أبرينات يا منصور صرخات ملؤها الوجع لأم كبلها العجز وحال دون إنقاذ وليدها الذي فارق الحياة بسبب عدم قدرتها على معالجته بالرغم من أنها طبيبة وهذا المشهد المصور للطبيبة بدور أثناء قيامها بحرق زيها الطبي مطالبة برحيل مدير مستشفى الثورة بصنعاء والمعين من قبل الميليشيا احتجاجا على حالهم الذي وصلوا إليه أعضاء هيئة مستشفى الثورة ومنذ ستة أشهر يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم ما دفعهم للإضراب في جميع الأقسام عدد طوارئ والعناية ونظموا العديد من التظاهرات داخل حرم المشفى للمطالبة بمستحقاتهم المقطعة إلا أن الميليشيا وبدلا من الاستجابة لمطالبهم واجهتهم بكل أشكال القمع بداية من التهديد والضرب والاختطاف وصولا لإصدار مذكرات استدعاء بحق عدد من الموظفين للنيابة وقرارات بمنعهم من مزاولة أعمالهم وكذا انذارات نهائية بالفصل طالت أكثر من مئة طبيب من طلاب الدراسات العليا على خلفية الاحتجاجات لم يعد هذا العراق اليومي الذي يخوضه الأطباء من أجل انتزاع حقوقهم فقط بل بات ضرورة مليحة من أجل توفير لقمة عيش تنجيهم من الموت